العدالة الاجتماعية في يومها العالمية العراق نموذجاً عنوان محاضرة نظمها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق ألقتها الدكتورة هداب الكوبيسي أستاذة العلاقات الاقتصادية الدولية نحن اليوم أمام مصطلح جداً مهم هو العدالة الاجتماعية واليوم العالمي في الاحتفال بهذا الاصطلاح وبهذه الفكرة التي احنا بصددها اليوم كيف هي العدالة الاجتماعية في العالم وكيف هي العدالة الاجتماعية في العراق هل نحن سائرون في هذه الخطوات بشكلها صحيح لذلك المحاضرة ستذهب لعدة محاور المحاور ما بين الفرق ما بين الرعاية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية هل هي واحد أم أن كل منهما لها مفهومها الخاص وأشارت الكوبيسي إلى تكريس الحكومات المتعاقبة للتمييز بين أفراد المجتمع العراقي الواحد وإفشاء الفساد ووضع الحواجز بين مكونات الشعب وحرمانه من المعاملة العادلة ثقافة الاستفاف الموجودة عندنا تمييز الفئوي كل هذا أدى إلى حدوث إرباك في داخل المجتمع وبالتالي إرباك في العملية السياسية وبالتالي وجدت لدينا أرقام كثيرة هذه الأرقام كانت في تفسيرها للواقع الاجتماعي العراقي أدى به أن يتراجع الواقع شيئا فشيء وبالتالي يصبح هناك تصبح هناك فجوة ما بين العوامل الاجتماعية ككل والعوامل الاقتصادية من جهة أخرى لطالما أنها لم تتوفر بشكلها الصحيح على سبيل المثال عندما وجدت يعني وجد الرقم أربع ملايين يعملون في الدولة وثلاث ملايين في تحت فقرة المعاش يعني التقاعد وأيضا وجدت لدينا أرقام أخرى مثلا مليون ومئتين ألف أشخاص يقعون تحت الحماية الاجتماعية وأود أن أقف عند هذا الرقم لأن هذا يتناسب مع مفهومنا في العدالة الاجتماعية مليون ومئتين ألف يقعون تحت مشاريع الحماية هذا الرقم جدا صغير شكل العراق الرقم 170 من 190 دولة في هذا المجال بالتالي هو متراجع جدا في مسألة الحماية الاجتماعية ويشير مراقبون إلى أن الطريقة إلى العدالة الاجتماعية في العراق يظل مزدودا في ظل تعطيل القوانين وعدم توفير نمط عيش مشترك يلبي الحاجات الأساسية إضافة إلى الحرية والمساواة في جميع مجالات الحياة